موسيقى السلام عليكم اليوم موضعنا safety corner يعني ركن السلامة هذا من المواضيع اللي تجينا عادة بالسؤال الرابع فرعبي يعني بعد الأصوات مباشرة السؤال الرابع فرعبي مخصص لركن السلامة أو مخصص للمحادثة وفي بعض الأحيان أي جمل من الكتاب يطينا إياها ويعطينا كلمات بالعالة المطلوب من أن ننزل هذه الكلمات في الفراغات بالشكل الصحيح فأكثر الأحيان تجينا هذه من ركن السلامة نحن في كل يونت نهاية اليونت لدينا ركن السلامة safety corner وعندنا أيضا محادثة بالكتاب ممكن تجينا من عندها على شكل إسقاطات كلمات فالمطلوب تركيز على كلمات وركن السلامة حتى نقدر نوزع الكلمات على الفراغات بالشكل الصحيح مثل ما رح ناخذ بالأسئلة الوزارية بالبداية نشرحها وبعدين ناخذ سؤال وزاري نبين طريقة السؤال لتجنب تسمم الطعام حاول أن تفعل ما يلي يعني اطبخ الطعام بشكل تام هذا يعني مقياس حرارة اللحم عند طبخ اللحم فش السمك أو الدجاج كل اللحم يجب أن تطبخ على الأقل في درجة حرارة 145 درجة لكن الدواجن يجب أن تطبخ على الأقل 165 درجة على الأقل في درجة حرارة 165 درجة number two cool food thoroughly برد الطعام كليا when putting away left overs عند وضع بقايا الطعام allow food to cool down a bit دع الطعام يبرد قليلا before placing it قبل وضعه in the refrigerator في الثلاجة number three hand washing غسل اليدين always wash your hands دائما اخسل يديك before cooking قبل الطبخ after handling raw foods وبعد مسك الطعام النهي such as meat or chicken مثل اللحم والدجاج after using restroom بعد استخدام المرحاض and before eating وقبل الأكل number four avoid cross contamination تجنب انتشار التلوث this is what happens هذا ما يحدث when you use عندما تستخدم the same knife نفس السكين counter نفس الطاولة or cutting board أو طاولة التقطيع to cut to cut roachkin لتقطيع الدجاج الني the raw vegetables والخضر الطازج for salad للسلطة or fresh fruit الفاكهة الطازج for dessert للحلويات or a loaf of bread أو رغيف الخبص هذه تعليمات أو توجيهات للشخص للمحافظة على صحته من تسمم الطعم نلاحظ نماذج من الأسئلة الوزارية هذا نماذج السؤال الوزاري الدور الأول 2015 2016 complete the following safety instructions يعني أكمل توجيهات أو إرشادات السلامة التالية with words بالكلمات from the list من القائمة choose five only اختار خمسة فقط يعني ونعطينا ستة يطلب من عندنا أن نحل خمسة أحنا راح نحلهم كلهم الكلمات اللي نعطينا ياها cut تقطيع handling يعني مسك salad يعني السلطة left overs بقايا chickens دجاج thermometer يعني مكياس حراري نجي على النقطة الأولى cook the food thoroughly أطبخ الطعام بشكل جيد this means هذا يعني using a meat أن تستخدم meat فراغ فنستخدم thermometer يعني meat thermometer يعني مكياس حرارة اللحوم when cooking when cooking meat عند طبخ اللحوم fish والأسماك or فراغ أو chickens الدجاج إذن number one راح تكون thermometer يعني المكياس الحراري و number two chickens all meats كل اللحوم should be cooked to at least 145 degrees كل اللحوم يجب أن تطبخ على الأقل بدرجة 145 but poultry should be cooked لكن الدواجن يجب أن تطبخ at least على الأقل 165 degrees بدرجة حرارة 165 درجة نجي على الفقرة الثانية cool food thoroughly يعني برد الطعام بشكل تم when putting away عند وضع فراغ left overs يعني بقايا الطعام allow food اسمح للطعام to cool down a bit أن يبرد كليلا before placing it قبل وضعه in the refrigerator بالثلاج إذن النقطة الثالثة راح تكون leftovers الفقرة الأخرى hand washing يعني غسل اليدين always wash your hands دائما اغسل يديك before cooking قبل الطبخ after فراغ raw foods الأطعمة الغير مطبوخة أو النية handling كلمة handling يعني مسك اللحوم النية such as meat مثل اللحوم or chicken أو الدجاج after using rest room بعد استخدام المرحاض أو المرافق الصحية and before eating وقبل الأكل إذن number four handling الفقرة الأخيرة avoid cross contamination تجنب انتشار الملوثات أو التلوث this is what happens هذا ما يحدث when you use عندما تستخدم the same knife نفس السكين counter الطاولة or cutting board أو طاولة التقطيع to far raw chicken الدجاج الغير مطبوخ أو الني لتقطيع الدجاج الغير مطبوخ أو الني فنستخدم cut فالنقطة الخامسة تكون cut there are vegetables الخضر الطازجة أو الغير مطبوخ for a far le far salad يعني للسالطة or fresh fruit أو الفاكهة الطازجة for dessert للحلوية or a loaf of bread أو رغي في الخبس فالإجابات تكون number one thermometer number two chickens number three leftovers number four handling number five cut و number six salad number six أو نحن والأرقال نحن